طيب وبضدها تعرف الأشياء لأنه لما يبقى الاستقرار في الأهلي سبب التفوق الإدارة السيستم بتاعها هو ده اللي دايما وراء هذا التميز وهذا النجاح يكون الكلام على الناحية الأخرى من النهر ماذا ينقص الزمالك كابتن أحمد سليمان الرأي مهم محتاجين لنقشه تاريخيا نسمعه الأول كل ناستقولك دفعوا 600 مليون لا يبقى معاهم زيهم أكيد معاهم زيهم ليتقالت مش عايز أقول من مين من يقول زي ما أنت عايز لا أقول احنا ما نخبش حاجة حاجات دي ما نخبش طبعا جات لنا فلوس كهرباء وجات لنا أراضات من نادي وشركة المتحدة والرعية للنادي وبطولات الأفريقية وبطولة الصبر الأفريقية طبعا أكيد طبعا ده شيء جميل جدا لكن تخيل بقى 600 مليون ده لو ما كانش فيه لو ما كانش فيه غرامات والمبلغ ده موجود بص هتلاقي تساحبها في كرة القناة وكرة الصلاة وكل حاجة لو الزمالك عنده الاستقرار هياخد كل اللطور أنا كلمة استقرارات تاني وتالت وعاشر ما هو المقصود بكلمة الاستقرار يعني يعني إن المجلس استكمل مدته يعني يا ما كان المجلس مستكمل مدته والنتائج هي هي لم يغر الأمر يعني وأنا ورجعت وأنتي لك ييجي الدكتور وقولك الحالة مستقرة طب ما المريض مغمع ليه ما مستقرة على أغماء على سوق كلمة استقرار اللي هي طيب بص يا جماعة الكلام ده في المعنى العام بتاعه أو المعنى الداخلي فيه إنه الأهلي هو المستفيد من غياب الاستقرار في الزمالك وإن الأهلي ما كان له أن يفوز بهذه البطولات لو لأن الزمالي غير مستقرة طب هل بطولات الأهلي هي النتاج وسبب رئيسي لعدم استقرار الزمالك ولا هو لو الزمالك مستقر عنده فلوس وعايش في منتهى الرغد والرخاء الأهلي ببطر التاريخ بيقول إيه هل ده نتاج لده ولا الأهلي العبارة بالنسبة له في الإدارة أي أن كان حالة الزمالك وباقيات المنافسين على فكرة دي قضية مهمة جدا فريق الإعداد مشكورا حب يبحر في تاريخ الكرة المصرية عشان نخده حقبة حقبة كيف وزمالك في قمة استقراره ويتمتع بكل المال الأهلي كان عامل إزاي عشان ما نفهمش إن الأهلي فقط بياخد بطولة على الشباستفيد من سلمية الزمالك ما إحنا مش قلنا حنسيب الناس بس تصبر عليه ما تحطش الإجابة في أعيزهم هم ما يقولوها طيب على فكرة من إحنا من بداية الدوري مش من تاريخ التاريخ ده موضوع حنرجع له بعدين أي من سنة 47-48 أي بصوا من 47-48 بداية بطولة الدوري لغاية موسم 66-67 يعني من بداية الدوري لغاية ما توقفت المسابعة بسبب ناكسة يونيا من 48-49 عفوا لغاية 66-67 كان اتحاد الكرة يا جماعة عشان الناس بتكلموا على استقرار اتحاد الكرة هو الزمالك رئيس اتحاد الكرة هو رئيس نادي الزمالك بجد الزمالك هو اللي بتدير الكرة هو اللي بتدير اللعبة محمد حيدر وزير الحربية رئيس نادي الزمالك رئيس اتحاد الكرة بمنتهى الوضوح طب الاهلي والمنافس المباشر بالنسبة له هو اللي بيدير الاهلي كان عامل ازاي اظن ما فيش هكابتن احمد استقرار اكتر من كده ده يعني الحيط اللي في النص انشالت الدنيا فتحت على بعضها ووسعت النتيجة كانت ايه خلال هذه الحقبة ترأس حيدر باشا اتحاد الكورة من سبعة وتلاتين لغاية اتنين وخمسين كم سنة وتخلالها في عام اربعة واربعين ترأس الاتحاد فؤاد باشا سراج الدين لمدة سنة انما الفترة كلها حيدر باشا رئيس الاتحاد الكورة ليه كم سنة يعني من سبعة وتلاتين لتنين وخمسين دي الفترة طويلة هي قبل بداية الدورة كمان خمسة عشر سنة اه طيب الاهلي فاز ببطولة الدورة في وجود حيدر باشا رئيس لدي الزمالك هو اللي بيدير فاز الاهلي بالدورة كم